اشتركوا في القناة مؤكداً سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك خاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر ومعرباً سيادته عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لسيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ كوب 27 وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية من جانبها أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأمار والتنمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدةً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة ومشيدةً بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومن ثم حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً ما يتعلق بتمويل مشروعة التحول الأخضر اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين خاصةً ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة